أَنَا بِذَلِكَ أَشْهَدُ ذَا مَبْدَئِي وَغَصُّونُ بِالْرَغْمِ مِمَّنْ يَجْحَدُ أَنُّلَّهُ رَبِّي وَمَاحِدُ وَأَنَا بِذَلِكَ أَشْهَدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة أحسن بلاغ وأتم إكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبيه وسلم فنسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جاز نبيا عن دعوتي ورسالته إنه على كل شيء قدير أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدون والمشاهدات أسأل الله أن يجمعنا بكم في فردوس الأعلى إنه على كل شيء قدير أهلا ومرحبا بكم في لقاءاتنا حول كتاب ربنا وحول سنة رسولنا حول الفقه في الدين هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها كتابه وتدرس فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مثل هذه المجالس إنه على كل شيء قدير إخواني بارك الله فيكم لا يخفى على كل مسلم ما نعيشه هذه الأيام من فضائل ورحمات وبركات أيام أخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأيام وأخبرنا أن العمل الصالح فيها مضاعف الأجر مضاعف الأجر لذا فعلينا أن نحرص على المسارعة في الخيرات ونلتزم ونستجيب لقول الله سبحانه وتعالى وأمره سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ويقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فكان من الواجب علينا وعلى كل عاقل أن ينتهز الفرص أن ينتهز الفرص فيطيع ربه سبحانه وتعالى هذه الأيام إخواني بارك الله فيكم فضلها الله على جميع أيام السنة وهذه سنة الله في خلقه هذه سنة الله في خلقه فضل بعض الخلق على بعض وفضل بعض الأشياء على بعض فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع فضل شهر رمضان على جميع الشهور وكذا أعلى وحرم الأشهر الحرم على باقي الشهور ليلة القدر خير من ألف شهر يوم عرفة أفضل يوم في العام وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على بعض فهذه سنة الله في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فنعيش في أيام مباركات أيام أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فيوم عرفة هذا اليوم الذي نحن مقبلون عليه هذا اليوم الذي نحن مقبلون عليه يوم أكثر يوم يعتق الله فيه الناس من النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا وأن ينجينا وأن يبعدنا عن النار إنه على كل شيء قدير فيوم يعتق الله فيه الناس من النار يوم يباهي الله به بأهل عرفة ملائكته ويقول انظر يا ملائكتي إلى هؤلاء ماذا أرادوا أتوني شعسا غبرا فنحن نعيش في أيام يا إخواني مباركات أيام تتنزل فيه الرحمات فكل عاقل يعلم ما نحن فيه وما نحن فيه من الفضل أما الجاهل والذي استهوته الشياطين والذي أغفلته متاع الدنيا وزينتها فهو غافل فيوم عرف عنده كأي يوم من أيام السنة أو أيام الأسبوع شهر رمضان عنده كأي شهر يوم الجمعة عنده كأي يوم وغير ذلك لكن من آتاه الله حكمة وفقها ومن وفقه الله يعلم قدر هذه الأيام التي نعيشها يعلم قدر هذه الأيام التي نعيشها فمن هذا المنطلق ومن منطلق قول الله سبحانه وتعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة وقوله فاستبقوا الخيرات نذكر في هذا الدرس وفي هذه الجلسة التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا نذكر أعمالا مباركة نفعلها ونعملها يوم عرفة نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أول عمل نفعل في هذا اليوم في يوم عرفة نسأل الله جميعا أن يعيننا فيه على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته هذا أول شيء لماذا؟ لأن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى هذه عقيدة يا إخوان إن الموفق للطاعة هو من وفقه الله لا تظن أخي ولا تظن أختاه أن الله وفقك لصلاة الظهر الآن كل ذلك من عند نفسك لا بل بتوفيق الله وفقك الله لسماع درس من الدروس هذا كله بتوفيق الله وفقك الله لقراءة كتابه هذا كله بتوفيق الله وفقك الله للقيام ولصلاة الفجر وللصلوات في جماعة كل ذلك بتوفيق من الله أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لأن هدانا الله في صلواتنا في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم إذ لا يهدي للصراط المستقيم إلا الله سبحانه وتعالى فالموفق من وفقه الله والمعان من أعانه الله سبحانه وتعالى لا تظن أبداً بشطارتك وباجتهادك وبعلمك أنك صليت الصلوات في جماعة باجتهادك وبحولك وقوتك أبداً بل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن شيء من شيء إلى شيء من صحة إلى مرض أو من مرض إلى صحة من غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى إلا بالله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة لا قوة لأحد على فعل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى لا قوة لأحد على فعل شيء إلا بالله أيها الطالب المجتهد الذي حصلته في السنوية العامة أو في الجامعة أعلى الدرجات كل ذلك ليس باجتهادك المحض بل كل ذلك بتوفيق من الله وبقوة وإعانة من الله بل أقول أيها المرأة التي تطبخ في المطبخ نعم إذا طبخت طبيخا أو طعاما كل ذلك بتوفيق من الله لك لا قوة لأحد على فعل شيء إلا بالله لا قوة لك إذا طبخت الطعام إلا بالله سبحانه وتعالى فإذا لم يوفق لذلك ما كنت تستطيعين أن تصنعي طعاما وكذلك أنت أيها التاجر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لشيء عن شيء ولا قوة لشيء على فعل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى فأول شيء نفعله في يوم عرفة أن نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لطاعته سبحانه وتعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك شرف ومن قبل معاذ ما بعدها من قبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة سواء بعد التشهد أو بعد التسليم فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته فالمعان والموفق هو من أعانه الله ومن وفقه الله هذا أول شيء من الأشياء التي نفعلها في مستقبلين يوم عرفة والأيام الفاضلة أن نخلي قلوبنا من المعاصي التوبة والاستغفار التوبة تمح المعصية بإذن الله إذ أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى لنعلم أن كل بني آدم خطاء وخير الخطئين التوابون نعم كل قدم إنسان ستزل حتما ولا بد لكن الموفق المسدد من عند الله سبحانه وتعالى هو من يوفق لتوبة تمح هذا الزم هو من يوفق لتوبة تمح هذا الزم لكن المخزول المزيل له يعصي ثم يؤخر التوبة والاستغفار ثم يعصي وينسى التوبة والاستغفار فتتراكم الزنوب تتراكم الزنوب حتى يصبح على قلبه الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلا يخدعنك الشيطان مرتين أخي الحبيب لا يخدعنك الشيطان مرتين مرة عند إيقاعك في المعصية وتزينها لك والمرة الأخرى أن سول لك التوبة أن سول وسوف لك التوبة والمغفرة فإذا زلت قدمك في الأولى فاحرص وانتبه أن تستغفر وتتوب أن تستغفر وتتوب الاستغفار والتوبة ربك أمرك بذلك فقال واستغفر الله إن الله غفور رحيم ربك أمرك بالتوبة وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم أنت بعد ذلك تؤخر التوبة لا تستكثر معصية من المعاصي فإن مغفرة الله أكبر وإن رضوان الله أكبر وأعلى سبحانه وتعالى إذا فعلت ما فعلت من الزنوب إذا فعلت الكبائر المهلكات هل للكبائر توبة نعم هل للكبائر توبة هل لمن زنى ووقع في الحرام وفي الفاحشة هل له توبة نعم له توبة إذا أناب وأتاب بصدق إلى الله سبحانه وتعالى هل لمن قتل نفسا بغير حق توبة نعم له ذلك كل من فعل كبيرة فله أن يتوب فباب التوبة مفتوح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح واعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد وهو الغني عنه سبحانه وتعالى وإن دل ذلك فإنما يدل على كمال رحمة الله بعباده وأن الله يريد منهم التوبة والمغفرة ويريد بهم الخير والإحسان لكن الشيطان والنفس الأموار بالسوء أحيانا تغلب الإنسان قال صلى الله عليه وسلم إن لله لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان على راحلته كان على الناقة وعليها متاعه وزاده فانفلتت منها راحلته فانفلتت منه راحلته فذهب يبحث عليها ذهب يبحث عنها في الصحراء فلما لم يجدها آيس من الحياة وقال سيدركني الموت فالضجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت فإذا هو كذلك فإذا هو كذلك ينتظر الموت إذ براحلته فوق رأسه إذ براحلته بناقته فوق رأسه ففرح فرحا شديدا لماذا؟ لأنه نجى من الهلاك وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح الله سبحانه يفرح فرحا شديدا بتوبة العبد من هذا الرجل براحلته والله لا يحتاج إلى عباده الله غني عن العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما فيه صحيح مسلم من حديث أبي زرر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث بطوله وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنثكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنثكم وجنكم كانوا على أتقى كانوا من الصالحين كانوا من العباد الزهاد ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنثكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فالتوبة المنتفع بها أولا وآخرا هو أنت أيها التائب إلى الله سبحانه وتعالى فسارع حتى تستقبل يوم عرفة وتستقبل هذه الأيام المباركات بقلب منيب سارع بالتوبة والمغفرة التخلية قبل التحلية كما يقول بعض العلماء طيب إذن نسأل الله الإعانة على طاعة الله في يوم عرفة كذلك التوبة والاستغفار ثم أن تنوي أن تصوم غد أن تصوم يوم غد يوم عرفة سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتاد سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنتين سنة ماضية وسنة باقية فنحن أحواج لمغفرة الظنوب فأحرص وانوي من الآن أن تنوي يوم عرفة أن تنوي صيام يوم عرفة لا تفتره يا أخي ساعات قليلة بها يغفر الله لك أيام بها يغفر الله لك أيام وشهور وسنوات فاصبر على طاعة الله انوي صيام هذا اليوم ثم يأتي يوم عرفة يوم عرفة يأتي أو يبدأ اليوم من غروب شمس هذا اليوم يوم عرفة سيبدأ من الليلة من غروب شمس هذا اليوم يبدأ يوم عرفة يبدأ يوم عرفة تكثر فيه من الاستغفار وتكثر فيه من التسبيح والتهليل تستيقظ قبل صلاة الفجر بمدة حتى تذكر الله سبحانه وتعالى وحتى تقوم بعض الركعات القليلة وتستغفر وتبكي لليه سبحانه وتعالى إن استطعت ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في السلس الأخير من الليل ينزل في السلس الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه تقوم أول ما تستيقظ تحمد الله سبحانه وتعالى تحمد الله على أن أحياك بعد مماتك وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور تحمد ربك على أن أعطاك الأعضاء سليمة معافية فيها نعم لا يشعر الذي يتكلم بنعمة الكلام والبيان إلا إذا رأى الذين هم الأبكم الذي لا يتكلم لا يشعر المبصر بنعمة البصر إلا إذا رأى الرجل الأعمى لا يستطيع أن يمشي في الطرقات لا تشعر بالنعمة عموما إلا إذا رأيت من سلب هذه النعمة فعندها تتذكر نعمة الله عليه فعندما تستيقظ تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما آمتني وإليه النشور ثم تقوم بعض قيام الليل وبالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تستغفر ربك في الأسحار ثم تتسحر فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في السحور بركة أخبرنا أن في السحور بركة ثم يؤذن لأذان الفجر إذا سمعت أذان الفجر فقل مثل ما يقول المؤذن قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله به عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة إذن تردد الأذان وهناك ذكر جليل كثير من الناس لا يعرفه أو يتغافل عنه وهو في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال عندما تسمع الأذان فتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه من قال حين يسمع المؤذن أو حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أو نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا دعاء يقال عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بها يغفر الله ذنبك ما تقدم منه كذلك ثم إذا انتهى المؤزن من الأذان تدعو الله سبحانه وتعالى تدعو الله وتصلي ركعتي السنة سنة الفجر قالوا صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أي ركعة سنة الفجر ركعة الفجر هنا في الحديث بمعنى سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها بل عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح هناك نافرة من النوافل أكثر أو كان النبي يتعاهدها كتعاهده ومحافظته على ركعتين فجر فهي أكبر سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها فلنحافظ عليها جميعا ركعة الفجر ثم نصلي الفجر وهنا وقفة هنا وقف يا إخواني أيها المسلمون والمسلمات صلاة الفجر كثير من الناس لا يظن من واقعه العمل أن صلاة الفجر غير واجبة عليه وغير فرض عليه وهذا خلل هذا خلل هل يجوز لك أخي أن يضيع منك الفجر طيلة عمرك أي دين هذا أليس ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا صلاة الفجر فرضها علينا وليست سنة وليست نوافلة بل فرض فرضه الله علينا هل تعتقد أن ربك يفرض عليك شيئا مستحيلة أو أن ربك يفرض عليك شيئا سقيلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإذا فرض الله علينا فرضا فلنعتقد أنه بمقدور الناس أنه بمقدور الناس وإذا عجز عنه أحد فله رخصة في الدين فله رخصة في الدين أما أن يكون أو أن تكون حياتك كلها تاركا فيها لصلاة الفجر هذا خلل يا إخواني هذه كبيرة من الكبائر إذا كنت تنام وتصهر الليالي هل يصل الفجر من ينام الساعة الثنين والساعة الواحدة بعد في الليل هل من ينام الساعة الواحدة أو الساعة الثنين أو غير ذلك هل يظن به أنه سيصل الفجر السهر يا إخواني مضيعة لصلاة الفجر السهر بلا فائدة مضيعة لصلاة الفجر كبيرة من الكبائر من ينام ويضبط منبهه على الساعة السابعة أو الساعة الثامنة أو الساعة التاسعة عشان الوظيفة أو عشان العمل في الشاركة أو غير ذلك ومتغافلا ومتناسيا صلاة الفجر كل ذلك كبيرة من الكبائر إذا كان يعيش حياته وليفكر أنه عاص لله أنه تارق لصلاة الفجر أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في زمة الله فهو في زمة الله بل يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعته فكأنما قام الليل كله فأين نحن من هذه الأجور ومن هذا الخير والبركة فلا تكن غافلا من الغافلين أخي المسلم وأخت المسلمة احرص على صلاة الفجر احرص على صلاة الفجر إذ هي ليست نافلة من النوافل ليست نافلة ولا سنة من السنن بل هي فرض فرضه الله علينا حتى يعلم الذين يصبرون على طاعة الله من الكسالة ولا حول ولا قوة إلا بالله فاحرص على ذلك نسأل الله أن يعيننا والموفق من وفقه الله وإذا تقربت إلى ربك شبرا تقرب الله إليك ذراعا وإذا أتيته تمشي أتاك سبحانه وتعالى هرولة بمعنى أنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب الذين يقبلون على طاعة الله ابدأ أنت وسترى التيسير من عند الله سبحانه وتعالى طيب صلينا الفجر ماذا بعد صلاة الفجر في يوم عرفة وفي غيره من الأيام فهذه أعمال المباركات في يوم عرفة وفي غيرها من الأيام بعد أن تصلي الفجر احرص على أن تجلس في مصلاك تذكر الله وتقرأ القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس حتى ترتفع الشمس فاحرص على هذا الفعل ترتفع درجاتك وتمحى خطيئاتك نعم بجلوسك وتكتب من عمار المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر تكتب من عمار المساجد تكتب من الرجل أو تكتب في الذين هم متعلقوا قلوبهم بمساجد الله وببيوت الله يظلق الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجل متعلق قلبه بالمساجد ورجل متعلق قلبه بالمساجد دائما يحب الذهاب إلى المسجد فإذا جلست من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بإذن الله تكتب من عمار المساجد وتكتب من الذين هم متعلقوا قلوبهم بالمساجد كذلك يا إخوان تكثر في يوم عرفة وفي غيره من الأيام لكن يوم عرفة بالأخص تكثر من ذكر الله ومن التهلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى تتشبه بالحجاج حجاج بيت الله الحرام إذ يقولوا لبيك اللهم لبيك استجابة لك ربنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فكذلك نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله النعمة وهو على كل شيء قدير فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وله الحمد والفضل إذ بلغنا هذه الأيام إذ بلغنا هذه الأيام تكسر من تسبيح الله من التهليل يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس بل يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر بل يقول صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة سبحان الله سلسا وسلسين والحمد لله سلسا وسلسين والله أكبر سلسا وسلسين ثم ختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري يا أبا موسى هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يا عبد الله بن قيس هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بل يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ألا أنبئك بأحب الكلام إلى الله؟ سؤال مهم جدا يا أبا ذر ألا أنبئك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هذا أحب الكلام إلى الله؟ يقول الرسول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل ذلك كنوز من جراء اللسان كنوز في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إن أفضل منقبة للذاكر أن الله يذكره أفضل منقبة وأفضل شيء وأحسن شيء من فضائل ذكر الله أن الله يذكر من يذكره سبحانه وتعالى الأمر كبير والأمر جليل إذا ذكرك رجل مسؤول من المسؤولين في الدنيا أو على فضائية من الفضائيات إذا ذكرك باسمك إذا ذكرك باسمك الأرض يعني ستمشي عليها وتقول الهدي ما عليك مثلي وكذلك ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ما بالك برب العزة سبحانه وتعالى يذكر عبدا من عباده باسمه بل بأحب الأسماء إليه وفي ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه عبده وفي ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه عبده فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام واذكروا الله في أيام معلومات هذه هي الأيام هذه هي الأيام التي محلها ذكر الله سبحانه وتعالى فشرع الحج لإقامة ذكر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار الحج فرض وشرع لإقامة ذكر الله في الأرض الصلاة شرعت وفرضت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله علينا بها فبها تقوى الأبدان وبها تعمر المجالس وبها تصحح المعتقدات وبها ينور الوجه وبها ترتفع الدرجات وبها تمحو الخطيئات كل ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله في هذه الأيام أفضل ما يفعل إخواني كذلك من الأعمال المباركات في يوم عرفة وفي غيره من الأيام أن تتصدق ببعض مالك أن تتصدق ببعض مالك الفقير إخواني أيها المسلمون والمسلمات أيها الأغنياء يا من آتاكم الله مالا يا من آتاكم الله سعة في الرزق الفقير يتطلع إلى ما في أيدي الأغنياء يحتاج إلى طعام يحتاج إلى توسعة في الرزق يحتاج إلى لباس فكن من المنفقين في الصراء والضراء كن من المتعاونين على البر والتقوى كن من المستجبين لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون استجب لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أين نحن من قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي من هذا الموفق من هذا الذي وفقه الله لطاعته وأقرض الله قرضا حسنا أي أنفق في سبيله عطف على الفقراء والمساكين وبالغ في العطف وبالغ في الإحسان إلى الناس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط أي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا تخشى يا أخي منذ العرش إقلالا لا تخشى من ذي العرش من الله إقلالا أي فقرا بعد غنا إذا تصدقت في سبيله لا تظن أن لو معك ألف جنيه وتصدقت بمئة جنيه لا تظن أن المال قد نقص يقسم رسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول ما نقص مال من صدقة ما نقص مال أي بسبب صدقة لا تظن أنك لو أنفقت من مالك لله سبحانه وتعالى وعلى الفقراء والمساكين أن مالك قد نقص أبدا هذا ظن البخلاء هذا ظن البخلاء الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر الشيطان يعيدكم الفقر ما معنى هذا يقول إذا تصدقت سيقل مالك وينقص وستحتاج إلى مال وهل تسأل الناس بعد أن تكون غنيا لا تتصدق أنت أحوج وعيالك أحوج نقول إذا نساؤك وعيالك أولى بالصدقة من غيرهم لكن إذا فاض المال وإذا كثر رزق الله وإذا وسع الله عليك فوسع على الناس أما الشيطان لا يقول هذا بل يقول ادخر للنوائب ادخر للنوائب أنت لا تدري ما المصائب التي ستحل بك ادخر وأكنز من المال ما تكنز لماذا؟ لأنك لا تعلم ما هي النوائب التي ستحول بك أما ربنا سبحانه وتعالى فيأمرك أن تأكل ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأولى من تصدقت عليهم وأحسنت إليهم زوجتك وعيالك ويأمرك بأن تتصدق ببعض مالك على الفقراء والمساكين وكذلك ليس هناك بأس أن تدخر بعض المال فأن تضرب في كل باب بسهم أولى ثم أولى أن تبخل بمالك أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من تصدق بعدل تمره أي بما يساوي تمره ما يقارب تمره ربع جنيه جنيه مئة جنيه ألف جنيه من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أي كما يربي أحدكم مهره الصغير حتى تصبح مثل الجبل هذه التمر الصغيرة التي تصدقت بها يربيها الله لك يربيها الله لك يوم القيامة فتلقى الله وقد تصدقت بجبل تمر وقد تصدقت بجبل تمر كل ذلك لأن الله يخلف عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى أما أن تبخل ببعض مالك كل ذلك منهي عنه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فتقعد ملوما محسورا ما معنى هذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن لا نكون بخلاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا لا تكن بخيلا لا تنفق في سبيل الله ومع ذلك لا تكن مبزرا مشرفا فإذا كنت تقبض أو يعني مرتبك مثلا ألفي جنيه ألفي جنيه أو ألف جنيه وتصدقت بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين أو بخمسين جنيه فهذا حسن فهذا حسن أكثر بقليل أقل بقليل هذا حسن لكن لو أن مرتبك ألف جنيه وتتصدق بتسعم مئة ويظل معك مئة واحدة بها تطعم عيالك ونسائك أنت بذلك ضيعت زوجتك وضيعت عيالك الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك الله الذي دعا إلى الإنفاق والله الذي حس على التصدق لا يرضى بهذا أن تضيع زوجتك وعيالك وأيضا الله لا يرضى أن تكون بخيلا لا تنفق شيئا في سبيله لا تنفق شيئا على الفقراء والمساكين فكلا طرفي الأمور زميم كلا طرفي الأمور زميم والوسط هو الصواب ونحن أمة وسط نحن أمة وسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا بل مدح الله سبحانه وتعالى مدح عباد الرحمن بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي متوسطا مقتصدا في المعيشة وفي الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أي ولم يبخلوا وكان بين ذلك قواما كن من الذين وفقهم الله للحكمة في الإنفاق كن مقتصدا انفق في سبيل الله ستكون بإذن الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم منهم رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه بل تحظى بدعاء الملائكة لك كل يوم المنفق في سبيل الله يحظى بدعاء الملائكة له والبخيل يحظى بدعاء الملائكة عليه المنفق يحظى بدعاء الملائكة له بأن يخلف الله عليه وأن يبارك فيه وفي ماله والبخيل تدعو الملائكة عليه تدعو الملائكة عليه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي كل منفق خلفاء ويقول الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلفاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دعاؤهم مستجاب يدعون للمنفق اللهم أعطي كل منفق خلفاء أخلف عليه يا ربنا بارك له في ماله يا ربنا ويقول الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلفاء اطلف ماله يا ربنا اطلف ماله لا تبارك في ماله هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فالإنفاق والتصدق من أجل الأعمال في هذه الأيام الموراكات يوم عرفة ويوم النحر يوم العيد ويوم التشريق السلاسة وغير ذلك في بقية العام أنفق احرص على أن تكون هناك صداقة كل يوم ولو تمره كما سمعنا في الحديث ولو جنيه واحد ولو خمس جنيهات ولو عشر جنيهات في اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا جميعا بل إذا لم تجد تمره في بيتك فهل تستطيع أن تتصدق ولو بشق تمره قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول ويخوفنا من النار ويقول اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق أي بنصف تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة فمن لم يجد فبكلمة طيبة احرص على أن يكون يوم عرفة ليس يوما عاديا يا إخواني بل صيام صيام ذكر لله سبحانه وتعالى طاعة وأقول لك أيها المسلمة المؤمنة لا يشغلكي التجهيز للعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يشغلك الطبيخ للعيد ولا تجهيز الطعام للعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يشغلك تنظيف البيت عن ذكر الله سبحانه وتعالى نعم كل ذلك مطلوب تجهيزك للطعام مطلوب وتنظيفك للبيت مطلوب لكن هل تضيعي أوقات مباركات في يوم عرفة فعليك وأنت تجهيزين الطعام أن يكون لسانك رطبا بذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله والحمد لله وأنت تنظف البيت عليك بذكر الله بقراءة شيء من القرآن وغير ذلك وغير ذلك قراءة القرآن في يوم عرفة أيضا عمل جليل يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران بعض الناس يظن يقول أنا قرأت ضعيفة ولا أقرأ في القرآن قراءة منضبطة قراءة حسن إذن حرم علي لو فتحت المصحف هذا ظن خاطئ هذا ظن خاطئ بل إذا كانت قراءتك ضعيفة في القرآن فافتح المصحف وقرأ ما استطع إذا كنت تقرأ كلمة صحيحة والأخرى خطأا سيصوب لك وستتعلم وسيؤتيك الله أجريني الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران افتح المصحف لن تعدم خيرا لن تعدم خيرا بفتحك المصحف بفتحك كتاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في يوم عرفة وفي غيره من الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته كما نسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زنوبنا كلها جلها ودقها سرها وعلانيتها وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربي واحد وأنا بذلك آشد ذا مبدئي وأصود بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك آشد اشتركوا في القناة